تبارك تبارك الذي ينزل الفرقان على عبده وغير ذلك من المواضع فيقول الله جل وعلا هنا تبارك الذي بيده الملك يعني بيده التحكم بكل شيء بالعالم السفلي والعالم العلوي بالأرض والسماء والكواكب هو الملك وهو المالك جل وعلا قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير إن شاء أن يرزق هذا ويحرم هذا إن شاء أن يشفي هذا ويمرض هذا إن شاء أن يعطي هذا ويمنع هذا يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء إن شاء أن يمطر على هذه الأرض إن شاء أن يحرك هذا النهر إن شاء أن يدك هذا الجبل هو جل وعلا يفعل ما يشاء بيده الملك وأيضا هو على كل شيء قدير قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا هو جل وعلا الذي خلق الذي أوجد وأنشأ أنه يوجد حياة ويوجد موت يوجد حياة للإنسان وللحيوان وللنباتات ولما يشاء والملائكة والجن والإنس وما يشاء سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة يحيي من يشاء ويميت من يشاء خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا يعني لم يقل أيكم أكثر عملا وإنما قال أحسن عملا قل للفضيل بن عياض ما معنى أحسن عملا قال يعني أخلصه وأصوبه أن يكون العمل خالصا لله ألا ترجو به ثناء فلان أو فلان أو مدح الناس أو أن يثن عليك إذا رأوك تصلي ويمدحوك وكذلك أن يكون العمل صوابا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يجوز للإنسان أن صلي الظهر خمسا مثلا أو يصلي العصر سبعا سبع ركعات يعني أو نحو ذلك كذلك في الحج كذلك في الزكاة كذلك في الصيام كذلك الاحتفالات لا يحتفل إلا ما جاءت به الشريع أن يحتفل به أن يترك عنه البدع ولذلك قال جل وعلا هنا ليبلوكم أحسن ليست القضية بالكثرة إنما بالحسن عمل وهو العزيز الغفور وهو العزيز الذي له العزة والعظمة والكمال سبحانه وتعالى وهو أيضا الذي يغفر ذنوب عباده إذا استغفروا ثم قال الله جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا السماوات السبع بعضها فوق بعض متطابقة وفي كل سماء من الملائكة ومما يشاء الله تعالى الشيء العظيم وبين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام وسمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام وهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء قال جل وعلا الذي خلق سبع سماوات طباقا يعني طبقا بعضها فوق بعض مثل طبق الصحن الذي يؤكل فيه الطبق هذه السماوات بعضها فوق بعض قال خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من نقص أو من خلل أو من خطأ بل السماوات والأرض والجبال وكل خلق الله يدلوه علىه هو مخلوق على أحسن هيئة وأكمل وجه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ثم قال الله فارجع البصر هل ترى من فطور كرر البصر ودقق أكثر هل ترى من خلل فطور يعني خلل والفطر هو الانشقاق والكسر ولذلك يقول مثلا أنا الذي فطرت هذه البئر أنا الذي شققت الأرض وحفرت هذه البئر فيقول الله جل وعلا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين دقق أكثر وانظر في السماوات وعد الكواكب وانظر في حركة الشمس وحركة القمر وحركة الكواكب وحركة الأرض وحركة غيرها وكواكب درب التبانة كلها وانظر في المجرات التي في الفلك هل ترى من فطور هل ترى أن هذا الكوكب تقدم قليلا أو تأخر أو الشمس تقدمت أو تأخرت أو كل يجري لأجل مسمى ما فيه أي خطأ أو خلال هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين دقق أكثر أيها الإنسان ينقلب إليك البصر خاسئا يعني منهزما وهو حسير لأنه حاول أن يجد خطأ يحتج به على عدم وجود الخالق أو على عدم قدرته فلم يستطع ثم انتقلت الآيات للكلام عن خلق السماوات والأرض نذكر ذلك قال جل في علاه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحا يعني بنجوم وكواكب ترونها فالشمس أعظم مصباح والقمر مصباح والنجوم التي نراها هي كاللؤلؤ المنثور في هذه السماء فهي زينة للسماء جمال للسماء بدل ما ترى السماء فوقك سوداء هكذا صار فيها مثل هذه الكواكب التي تزينها ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها رجوما للشياطين وذلك أن الله جل وعلا يأمر الأمر في السماء فيأمر به الملائكة ويأمر به جبريل وتأخذ السماوات منه من هذا الأمر العظيم رعده ورجفه فكانت الجن قبل ما بعت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يصعد بعضهم فوق بعضا حتى يصلوا إلى السماء يسترقون السمع يريدون أن يعلموا ما هي الأوامر في الأحداث التي ستأتي ما هو الغيب حتى يخبروا بها الكهنة والسحرة فلما بعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صارت هذه النجوم يعني كلما شهب كلما صعد جني ليسترق من السماء رجمته هذه النجوم وقتلته ولذلك قالت الجن كما في سورة الجن وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَا لِلسَّمَعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا فقضى الله تعالى على هذا الاستماع ولذلك قال الله جل وعلا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحًا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ هؤلاء الشياطين الذين كفروا ويسترقون السمع ليخبروا به السحرة الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب هؤلاء لهم عذاب السعير في الآخرة يعني العذاب الذي يستعر الذي يشتعل ثم قال جل وعلا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَا وَبِئْسَ الْمَصِيرِ بِئْسَ النِّهَاية هالمصير هو النهاية والمنتهى والختام والغاية قال وَبِئْسَ المصير إِذَا أُلْقُوا فِيهَا في النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور الشهيق هو ما يخرج من الإنسان عندما يتعب أو يمرض أو ينزل به الموت فيبدأ يشهق هكذا يبدأ يشهق فالنار أياذا بالله من شدة عذابها يظهر لها مثل هذا الصوت سمعوا لها شهيقا وهي تفور وتفور يعني تشتعل وتلطرم بمن يلقى فيها ثم قال جل وعلا تكاد تميز من الغيظ تكاد أن تشقق كما يقول المترى فلان يتميز غضبا يعني يكاد أن يتشقق من شدة الغضب والغيظ هو الغضب على من ألقوا فيها فالنار يعني هي عبد من عباد الله ولذلك إذا ألقي فيها هؤلاء الذين أشركوا بالله أو سبوا ربهم وسبوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وتنقصوا الدين ولم يصدقوا بالآخرة وأنكروا أن في نار وجنه هي النار تتغيض عليهم ولذلك قال الله جل وعلا هنا تكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج يعني جمع سألهم خزنتها خزنت النار الملائكة ألم يأتكم نذير ما كنتم تعرفون في نار إذا أعرضتم وفي جنة إذا أطعتم ما جاءكم نذير يخوفكم ما جاءكم نذير يأمركم بطاعة الله وليقبال على ما عندها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير جاءنا نبي وأخبرنا أو جاءنا داعية إلى الله أو جاءنا عالم قرأ علينا القرآن وقال اعرفوا ربكم واتقوا نار الآخرة بلى جاءنا نذير لو ما جاءهم نذير لكان لهم حكم آخر لكن هؤلاء الذين جاءهم نذير في الدنيا وأخبروا بما أمر الله تعالى به وننبئوا ب نهاية الأمر في الآخرة ومع ذلك أعرضوا هؤلاء يستحقوا العذب ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير طيب ماذا فعلتم مع هذا النذير قالوا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل لو كنا عقلاء ونسمع النصيحة ما كنا في أصحاب السعير قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا يعني بعدا وويلا وخسارة وشقاء فسحقا لأصحاب السعير الله يتقبل بالله قال الله جل وعلا بعدما ذكر عذاب السعير لمن أعرض ونأى عن قبول الحق قال جل وعلا إن الذين يخشون ربهم بالغيب ما جزاؤهم يا ربي الذين إذا خلوا عن الناس وأغلقوا على أنفسهم الأبواب خافوا من ربهم فلم يقعوا في معصية ولم يحاربوا الله جل وعلا بوقوع في المخالفات الشرعية ويخافون فيما يتكلمون به وما يستمعون وما ينظرون إليه إن الذين يخشون إن الذين يخافون من ربهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب ما جزاؤهم يا ربي لهم مغفرة وأجر كبير لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير مضاعفة لحسناتهم وهذا يدل على أن الإنسان إذا خلى بمعصية إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقول خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب والإنسان ينبغي إذا خلى بنفسه أن يكون أكثر تعظيما لله ما يفتح الكمبيوتر أو يفتح الجهاز الذي في يده ويبدأ ينظر إلى محرمات أو يخلو بنفسه في مكان ما ويقع في فاحشة أو تعاطي محرم أو غير ذلك كلما ازددت خشية لله في سرك أحبك الله تعالى أكثر إن الذين يخشون ربهم بالغيب يعلم أن الله ينظر إلي لهم مغفرة وأجر كبير ثم قال الله وأسروا قولكم أو يجهروا به كما قال في آية أخرى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله فقال الله جل وعلا هنا وأسروا قولكم أو يجهروا به سواء تكلموا بصوت منخفض أو بصوت عالي الله يسمع كل شيء وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ليس فقط يسمع كلامكم إذا جهرتم به أو أسررتم لا بل كذلك ما تخفي صدوركم مما لا يعلمه الناس ولم تتكلموا به أصلا ولم تكتبوه ولم تنطقوا به الله تعالى يعلم ما في الصدور ويعلم أن نيتك كذا أو كذا وأنك تريد أن تقول كذا وأنك أردت أن تقول كذا فسكت عنه وأسروا قولكم أو يجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم ما الخلق محقول ما يعلم سبحانه وتعالى وهو الذي خلقكم ألا يعلم من خلق لأن الإنسان وهو إنسان عاجز إذا صنع شيئا صنع مثلا برنامج كمبيوتر أو صنع تطبيق أبليكيشن أو صنع مثلا جهازا معينا فإنه يعرف أسراره لأنه هو الذي صنعه ويعرف كيف يجعله مثلا يرفع الصوت فيه أو ينخفض الصوت أو تزداد حساسية مثلا الأشعة فيه أو تقل أو هو الذي صنعه وبالتالي هو أعرف الناس به فالله جل وعلا الذي خلق الإنسان وأوجده وسواه وعدله وهو الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة هو أوجد ما يشاء سبحانه وتعالى قال الله ألا يعلم من خلق هو الذي خلقكم كيف ما يعرف عنكم ولا يعلم ما في صدوركم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير اللطيف الذي يعلم ما لطف وصغر من الأمور والخبير هو الذي يخبر يعني يعلم دقائق الأشياء وبواطنها يعلم بواطن الأشياء ليس فقط ظواهرها يعلم ويخبر لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير ثم قال الله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة الأرض ذليلة لكم لا يمكن أن تمنعك من المشي عليها أو تمشي عليها بقدمك بتعبدها تمشي عليها بدوابك ذليلة بين يديك قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولة فامشوا في مناكبها يعني في طرقاتها ونواحيها فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور إليه المرجع إليه المرجع والنشور هو الخلق من جديد إذا ميتم فهو سبحانه وتعالى الذي يخلقكم من جديد وإليه النشور قال جل وعلا أأمنتم من في السماء يعني هل أنتم في أمن لستم خائفين منه ما عندكم وجل مما عملتم وبالتالي أمنتم ألا يغضر عليكم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يعني تنشق الأرض وتبتلعكم فإذا هي تمور فإذا هي تلطرب وتدور بكم وتلتف تعذيبا ثم قال أم أمنتم من في السماء هذا العذاب يكون بانشقاق الأرض الآن في عذاب آخر يأتي من السماء نفسها قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير أن يرسل عليكم حاصبا الحصباء الحصباء هي الحجارة تقول حصبت فلان يعني رميته بحجارة فالحصباء هي الحجارة فيقول الله تعالى ممكن أن نخسف بكم الأرض وممكن أن نزل عليكم حجارة تقتلكم من السماء قال أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير إذا نزل بكم العذاب ستعلمون كيف كانت النذر تخوفكم ولا تستجيبون النذر هم الرسل والآيات والقرآن هذه كلها نذر وتحذير وإخبار بقدرة الله جل وعلا ثم قال ولقد كذب الذين من قبلهم عاد وثمود وفرعون وقوم شعيب وقوم لوط والأنبياء أقوام الأنبياء السابقين ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير كيف كان عذاب من أنكر التوحيد يعني كذبوا به كيف كان عذاب من أعرضوا عن عبادة الله كيف كان عذاب من وقعوا في الشرك نكير يعني من أنكروا التوحيد تقول له مثلا الله واحد ولا شريك له أعبد الله تعالى افعل كذا وكذا فلا يلتفت إليك ينكر أن هذا حق فيقول الله تعالى كيف كانت نتيجة إنكاركم للتوحيد ها قد وقع عليهم ووقع من العذاب مثل ما قال جل وعلا في آية أخرى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوالثين فقال الله جل وعلا هنا ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير يعني تصف أجنحتها تطير هذه الطير فوقهم وتأتي على شكل مجموعات ولا هي تقع في الأرض ولا هي تنجذب إلى السماء من الذي حفظها ويسر لها ذلك إلا الله تعالى قال صافات صافات الأجنحة ويقبضن وتقبض أجنحتها طيب لو قال قال هي في السماء لأنها قد بسطت أجنحتها طيب وإذا قبضت أجنحتها لماذا لا تسقط على الأرض قال ويقبضن ما يمسكهن يعني ما يمسكهن عن الوقوع كما قرأت جل وعلا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير يبصر كل شيء ويعلم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية ما دام أنك آمنت أن الله تعالى لا يغفل عن الطير الذي في السماء وأن الذي يدعو الله تعالى فالله جل وعليه يسمعه ويراه وهو على كل شيء قدير فينبغي لك أن يكون دعاءك ولجأك وهمك وغمك وحاجتك وبلاءك كل شأنك أن يكون أول ما تستعين فيه في مصيبتك لأجل من يساعدك أن تستعين بالله ثم تلتفت إلى من شئت من الخلق لكن أول شيء ابدأ بالله اسأله الإعانة والتوفيق وأن يكشف عنك ضرك ولذلك حتى الطير ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ثم قال الله جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن أنتم عندكم جنود فرعون كان عنده جنود أنتم عندكم جنود عندكم اليوم مثلا الدبابات والقنابل المتنوعة والقوى والعلم المتطور ينصركم بدون الرحمن لو نزلت عليكم حجارة من السماء انشقت الأرض لتبتلعكم في قنابل تمنعكم من السقوط فيها في قنابل تمنع البحار من أن تفيض وقد وقع فيضانات وأمور مثل تسونامي ووقعت زلازل ووقعت أمور ما استطاع أحد أن يمنعها ولذلك قال جل وعلا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هم مغترون بالقوة التي يصنعونها صحيح أنها قوة بشرية لكن لا ينبغي أن يعتقدوا أنها أقوى من قوة الله بل الله جل وعلا إذا شاء أذهب ذلك كله في الملك قال سبحانه وتعالى أمن هذا الذي هو جند لكم أنتم صنعتم الدبابات والقنابل والكمبيوترات المتطورة والبرامج المتطورة وغير ذلك هذه لأجل أن تعيشوا في الأرض وتستمروا وتقاوموا أعباء الحياة هذه جنود تخدمكم أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور ونذكر قبل سنوات أن بركانا ثار في بعض نواحي أوروبا وتعطلت الملاحة الجوية قرابة شهر كامل لأن الجو صار ملوثا بأنواع من الأمور التي لا تستطيع طائرات معها أن تطير فتعطلت وتعطلت الانتقالات بين البلدان وخسرت شركات الطيران مليارات الأموال بهذا السبب تنشق الأرض يحصل زلزال في بلد معين ويموت من يموت والمصانع العظيمة والتطور كله يتهدم ويدخل في الأرض ولا يستطيع حدا يدفعه يحصل خسف في البحر ويحصل ما يحصل من الفياضان تسونامي وتتضرر منه بلدان ولا يستطيع حدا يدفعه ولذلك قال الله تعالى ينصركم بدون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور هم مغترون ومعجبون بما أدوا وظنوا أنه يغنيهم عن الله ثم قال أمن هذا الذي يرزقكم الله تعالى الذي يرزقكم من الأرض فتنبت لكم الحب والقمح والشعير أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه لو الأرض منعها الله تعالى من أن تنبت إن أمسك رزقه بل لجوا في عتوه ونفور لجوا يعني دخلوا في عتوه يعني في كبر ونفور وإعراض تقول لا تنفر عني يعني لا تعرض عني ولا تذهب عني بعيدا والعتو هو الكبر ولذلك قال الله جل وعلا بعدها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أم من يمشي مكبا على وجهه يعني قد وضع وجهه على الأرض وهو يمشي قد خفض رأسه فلا يرى ما أمامه هذا لا يستطيع أن يمشي مكب الرأس هذا لا يستطيع أن يمشي يصطدم بجدار ربما صدمته سيارة سائرة ربما صدم بالناس لازم يرفع رأسه حتى يرى ما أمامه حتى الأعمى لا يستطيع أن يفعل ذلك لابد أن يقوده أحد أم من يمشي مكبا على وجهه أهدى يعني أحسن وأسلم ويستطيع أن يبلغ طريقه أم من يمشي سويا يعني مستقيما على صراط مستقيم وهذا فرق بين الذي يقبل أهيات الله ويتعلمها فيكون يمشي صح في هذه الحياة وبين الآخر الذي هو مكب يتبع شهواته وينظر في شأنه الخاص ولا يلتفت إلى شيء من أمر الآخرة ولا ما أمره الله تعالى به ثم قال الله جل وعلا قل هو الذي أنشأكم أنشأكم خلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة الأفئدة القلوب والعقول قليلا ما تشكرون أشكر الله على أن أعطاك سمعا وبصرا وعقلا قل هو الذي ذرأكم ذرأكم أوجدكم في الأرض وإليه تحشرون أوجدكم ويسر لكم الحياة في الأرض وإليه تحشرون أسكنكم في الأرض وإليه تحشرون ثم قال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الكفار يقولون للرسل متى هذا الوعد تقولون في آخرة متى تأتي الآخرة قل إنما العلم عند الله ما ندري متى الآخرة وإنما أنا نذير مبين قال الله ويتكلم عن وقوع القيامة فلما رأوه زلفة رأوه فجأة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون تدعون أنه غير صحيحة ها هو الآن قد وقع تدعون يعني تدفعونه وتردونه ها هو قد وقع أمامكم الآن هذه القيامة قل أرأيت من أهلكني الله ومن معي إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من يساعد الكافرين من يجير يعني من يعين الكافرين من عذاب أليم إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه والمؤمنون لو أراد الله جل وعلا أن يهلكهم لما منعهم أحد مع رحمته بهم وإقبالهم عليه وعبادتهم له واستعانتهم به فإذا كان المؤمنون لا يدفعون عن أنفسهم الهلاك لو جاءهم مع معرفتهم بربهم وتقربهم إليه فمن يجير الكافرين إذا الكافر المعرض من يجيره من يساعده من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون فستعلمون من هو في ضلال مبين ثم قال الله قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا يعني غائرا تقول فلا غائر العينين يعني دخلت عيناه في وجهه فغورا يعني لو أن الماء بدل ما تحفرون في الأرض مثلا عشرين متر خمسة عشر متر ثلاثين متر مئة متر مئتي متر أكثر ويخرج لكم الماء لو أن الماء دخل وصار مثلا على بعد مئة كيلو في الأرض أو ألف كيلو في الأرض من يخرجه قل رأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين يعني لا أحد يقدر أن يأتيكم بماء معين يعني ماء حلو صالح للشرب الحياة الله يذا قبل منه ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كروتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر